بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت للفنانة مياري الببلاوي بعد ما اعلنت عن رجاعها لزوجها 11 مرة بعد انفصلها عنه بدون محلل كتير من المتابعين هجموها وانهارت في البكاء وطلبت من المتابعين يستبوها في حالها لانها درسة فقه وشريعة وعرفة دينها كويس ويدو فات شهر وكشفت ميار عن مفاجأة جديدة ما تقترش على بال حد يا ترى ايه اللي حصل لميار ويهي المفاجأة اللي اعلنت عنها تابعونا للنهاية بعد الازمة الاخيرة لمياري الببلاوي اسناء لقاءها في احدى حلقات باسمه وهبة ويكلامها على علاقتها بزوجها السعودي عبدالله الكاتب ويساب انفصلها عنه 11 مرة ورجعها بدون محلل وخرج احد الشيوخ وهو محمد ابو بكر واتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وبعدها دفعت عن نفسها وقالت انا ست صعادية ومش هسيب حقي وانا درسة شريعة ومعايا ماجستير في الفقه المقارن وجهت رسالة للمتابعين وقالت دي حياتي الشخصية ومش من حق احد يعرف انا تجوزت كام مرة وانا مش هسمح بنصد كلمة على شرفي وشرف جوزي وابني وقالت يكون لها وانا عمري ما قلت اني جبت محلل عشان اتجوز ومش معياري الببلاوي اللي ترجع بشحن رصيد والناس كلها عرفاني كويس وعرفة انا بنت مين وبعد شهر من الوقع دي ظهرت من جديد خلال احد البرامج ويكشفت عن مفاجأة وقالت ان رئيس تحرير البرنامج اللي ظهرت فيه بالتصريحات اللي اصارت ضجة قال لها احنا عايزين حاجة تريند وبعدها كانت بتتكلم مع رئيس التحرير وعرف بخبر جوعة لزوجها مرة تانية فسألها وقال لها مش ده جوزك اللي طلقت كتير وردت عليه ايوة طلقنا ولا عشر مرات فرد عليها وقال لها بس هو ده المطلوب الموضوع ده هيكون محور الحلقة بالكامل وكشفت الببلاوي عن سبق انفصالها وقالت جوزي دايما بيحلف بالطلاق حتى لما كانوا في المسجد النبوي اقسم عليها بيوين الطلاق اكتر من عشر مرات فسألت بعض الشيوخ اللي سألوا زوجها عن نيته فقال لهم ما كانش في نيتي الطلاق وعشان كده استمروا سواء كاز وجين طيب ازاي يعرفوا بعض ما ياري الببلاوي كانت بنت زي اي بنت بتحلم بفارس الاحلام اللي تعيش معاه في السعادة ويحقق لها كل احلامها اللي بتحلم بيها ده غير انها كانت بتحلم تبقى ممأسطلة كبيرة ومشهورة رغم انها كانت لسه بتدرس في الجمعة وده اللي لفت نظارها في المنتج السعودي عبدالله الكاتب اللي جاه مصر وقرر ينتج افلام سينمائية رغم استنس تغير وقتها لانه من موليد 18 مارس سنة 1978 وعاشت مايار قصة حب كبيرة مع عبدالله الكاتب وعرض عليها الجواز رغم انه كان اصغر منها بست سنين وطبعا اهلها رفضوا الموضوع من الاساس ودخلت مايار في مشاكل وازمات كتير مع اسرتها وصممت على رأيها وهددت بالتخلص من حياتها فاضطر يوفق عليه في النهاية وخصوصا انه غني ومن عائلة سعودية كبيرة وانتك في الوقت ده عبدالله الكاتب في المخلطة بيطة اللي كان من بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وبدأ يكون علاقات كتيرة في الوسط الفني وبعد زواج مايار منه انجابوا ابنهم الاول وهو محمد وبعدها بدأت بينهم الخلافات والازمات لان سنوم كان صغير وخبرتهم قليلة جدا في الحياة كمان بسبب انه كانوا عصبيين وما حدش بيت نازل وبعد فترة انفصلوا عن بعض للمرة الاولى وبعدها بكام يوم ردها عبدالله لعسمته من جديد ووعدها انه مش عايزة علها تاني بس رجعت ريمة لعدتها القديمة وتكررت نفس المشاكل بينهم وبرضه انفصل عنها اما المرة التالتة بقى فالحياة بينهم كانت صعبة جدا لانه ببساطة كانوا عايشين سوا في السعودية وبعدها رجعت مصر من وراه فاتهمة بصريقة كل مصوغات والدته والهروب بيها المصر ومش بس كده ده كمان طلبها في بيت الطاعة وفي 25 ديسمبر 2011 رفعت عليه دعوة قضائية اتهمته فيها بصرقة العفش واتحكم عليه بالحبس 6 شهور وبعد ما قد شهرين منهم خارج براءة وانفصل عنها للمرة التالتة وبعد كده تجوزت مايار للمرة التانية من الرائد حسام الجرحي في نهاية سنة 2013 واستمرت زواجهم لمدة سنة وانفصلوا عن بعض ورجعت علاقة مايار بزوجها الاول من تاني لانها مرت بازمة كبيرة بعد رحيل والدتها ووقف جنبها ورجعوا لبعض اللي المرة الرابعة وماكملوش كم شهر وانفصلوا من جديد واتجوزت مايار بعد كده من شخص اسمه مدني وانفصلت عنه بعد كم شهر من الزواج وبعدها بسنة تجوزت من مقدم شرطة اسمه واقل عباس وده كان سنة 2016 وتعرضت لهجوم وانتقادات الجمهور بسبب ارتداءها الفستان الزفاف للمرة الرابعة وازي ازواجها السابقين انفصلت عنه برضو بسبب اختلاف الطباعة وفي فترة دي تعبت مايار ووقف جنبها زوجها الاول عبدالله الكاتب وبعدها رجعوا لبعض من جديد وبردو حصل بينهم مشاكل كتير والموضوع اتكرر اكتر من مرة بالانفصال والغريب انهم كانوا بيرجعوا لبعض من غير محلل بدون ما ترجع للأظهر الشريف او تاخد فتوى من عالم اسلامي وكأنها نسيت شارع ربنا وده السبب في انها متوسطقش عقد زواجها منه برسبب انفصلهم الكتير عن بعض واللي وصل ل11 مرة وبعد احلقتها مع بسنا وهبة ابنها تضايق جدا من كلامها وقرر يستبلها البيت كمان اهلها قطعوها بسبب اللقلته وخصوصا بعد هجوم الجمهور والمتابعين عليها وسببها والخوض في شرفها واخرهم الشيخ محمد ابو بكر اللي عملت بس مباشر مخصوص على صفحتها على الفيسبوك عشان ترد عليه في النهاية اكتبونا رأيكم ايه في علاقة مايار الببلاوي بزوجها الاول وهل اللي عملته ده صح ولا كانت محتاجة تراجع نفسها